الآن نعود مرة أخرى إلى التطورات في لبنان حيث تجددت الغارات على الضحية الجنوبية لبيروت معنا من بيروت سيادة العميد أكرم سيروي الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك معنا سيادة العميد يعني تجدد هذه الغارات على البنايات يا سيادة العميد في الضحية تحديدا في حارة الحريك وفي برج البراجنا وفي الليلكي وهكذا ورأينا حتى سقوط هذه البنايات ولا نعلم هل يتم يعني ملاحقة قائد لحزب الله ولا نلحظ مثلا تصاعد لانفجارات متتلية مما يؤشر أن المكان المستهدف كان مستودع أسلحة أو ذخيرة أو ما شابه ما هو الهدف من هذه الغارات من هذه الهجمات على المباني السكنية من هدم هذه المباني هذه الطلاعات الجوية في نهاية المطاف هي مكلفة تحياتي لك ولجميع المشاهدين الحقيقة يعني أن الغارات الإسرائيلية هي كما تفضلت على أهداف مدنية هي نوع من هدم المباني وكما قالت إسرائيل نفسها عندما استهدفت مباني القرض الحسن بأنها تريد التأثير على بيئة المقاومة وزعزعت ثقة المواطنين وخاصة بيئة المقاومة بحزب الله هذا هو الهدف الرئيسي الضغط النفسي على البيئة الحاضنة للمقاومة التأثير على هؤلاء الناس يعني كي يدفعوا بالتالي بضغط أكبر على الحكومة اللبنانية للرضوخ للشروط التي نقلها هوكشتاين إلى الحكومة اللبنانية وإلى الرئيس مجلس النواب اليوم يعني لا شك نحن دخلنا مرحلة تحول على المستويين السياسي والعسكري في هذه الحرب على المستوى السياسي يعني هناك اندفاعة واضحة للولايات المتحدة الأمريكية باتجاه ضبط الصراع بين إسرائيل وإيران تحت سقف معين لا يذهب بالمنطقة إلى حرب شاملة لأنها في مرحلة حساسة الآن يعني أي خطأ في الحسابات سيؤثر سلبا على كاميلا هيرتس وعلى حضوظها في الرئاسة وسيستغل ترامب هذا الخطأ إلى أقصى الحدود وبالتالي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة الآن إلى ضبط الصراع بين إسرائيل وإيران ضمن سقف لا يؤدي إلى اشتعال المنطقة على المستوى يعني الحرب في غزة وفي لبنان أيضا نرى توجها وإيرادة أمريكية على الأقل بالوصول إلى هدنة مؤقتة يعني ولو ربما اتفاق مؤقت يضمن أيضا تمرير الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأي هدنة يمكن التوصل إليها قد تصب في صالح كاميلا هيرتس وسمع اليوم نتنياهو من أبلينكين نصائح باستثمار ما حققه من إنجازات عسكرية في الميدان أكان في لبنان باغتيال قيادات الحزب الله من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أو صفي الدين يعني المرشح الأبرز كان لتولي نيابة مكان السيد حسن نصر الله أو قيادات الرضوان كل هذه الإنجازات أو حتى يعني اغتيال أو استشهاد القائد في حماس السنوار نصحه باستغلال هذا الوضع وتثميره في السياسة هذه النصيحة يبدو أن نتنياهو حتى الآن لم يبدي أي مؤشرات لوقف هذه الحرب لماذا؟ لأن نتنياهو أولا يعني لا يريد أن يقدم هدايا مجانية هو يساوم ويفاوض مع الأمريكي حول ما هو الثمن الذي يمكن أن تتقضاه إسرائيل إذا ما ساهمت في تنفيذ أو لنقل ما هو يخدم مصلحة كاميلا هيرتز نعم وهو يساوم أيضا على هذا الأمر لكنه لا يريد وقف الحرب لأنه يعلم جيدا أن الأهداف الكبرى الرئيسية هي لم تتحقق وبالتالي لم يبدي حتى الآن أي مؤشرات وأنت ترى القصف في لبنان والقصف المستمر بهذا الشكل العنيف أيضا في غزة لكن على المستوى العسكري أيضا هناك نقطة تحول مهمة جدا حصلت قبل الفترة الماضية حقق الإسرائيلي بعض الإنجازات وكان هناك شعور بالنشوة وأن إسرائيل انتصرت إلى حد ما أكان على حزب الله أو على حماس لكن بعد النجاح المقاومة في إيصال مسيرات دقيقة لا تستطيع الدفاعات الجوية الإسرائيلية أن تتصدى لها لا تستطيع الردارات أن تكتشفها هذه نقطة مهمة سيادة العنيف دخلت اليوم مسيرة اكتشفت هذه نقطة مهمة اسمح لي بالمقاطعة هذه نقطة في غاية الأهمية في اعتقاد البسيط الآن مرت تقريبا أربع أو خمس ساعات تقريبا ربما ست ساعات على هذه المسيرة مسيرتان لمن يتابعنا مسيرتان اخترقتا الأجواء الإسرائيلية من رأس الناقورة ناحية البحر وتم التعامل مع واحدة وفقدت الأخرى لساعتين ثم أصدر جيش الاحتلال لسيادة العميد بيانا قال فيه فشلنا في العثور على المسيرة الأخرى وأغلب الظن أنها سقطت في منطقة مجهورة هنا السؤال عسكريا سيادة العميد ما هي الاحتمالات يعني حزب الله أصدر بيانا أنه استهدف قاعدة جنوب شرق حيفا بهذه المسيرة ربما تكون هذه هي الفرادية الأرجح لكن بكل الحالات نحن نتحدث عن حدث بغض النظر عن التأثير العسكري المباشر أو الأذرار العسكرية المباشرة هناك ذرار كبير لحقة بشيء رئيسي وأساسي ومهم جدا بالنسبة لإسرائيل هو الأمن إسرائيل لطالما كانت تشعر بأنها آمنة بأن أجوائها آمنة بأنها قادرة على الدفاع عن المستوطنين عن المستوطنات عن تل أبيب عن قدساريا وإذ فجأة نجد أن إسرائيل تعترف على لسان كبار الضباط وكبار السياسيين في إسرائيل والقادة بأنها غير قادرة على مواجهة المسيرات ولديها معضلة حقيقية رغم كل الدفاعات الجوية الموجودة ها هي المسيرات تدخل ثم تدخل ما يقارب المليون مستوطن لمدة ساعة صفرات الأنذار تدوي أنا أعتقد هذا القلق هذا الارتباك أكان على مستوى الدفاعات الجوية على مستوى الجيش الإسرائيلي على مستوى المستوطنين على مستوى أمن المسؤولين بدءا من نتنياهو إلى غيره من وزراء ونواب أعتقد هذا أهم بكثير من الضرر المادي الذي يمكن أن تلحقه أي مسيرة أو أي صاروخ لذلك أنا قلت نحن دخلنا في مرحلة التحول العسكري في نقطة التحول العسكري بحيث فقدت إسرائيل فعلا ما كانت تشعر به من قدرة على حماية أجوائها وتأمين المستوطنين طيب هنا أيضا سؤال آخر يعني إذا ما كان حزب الله يمتلك هذه الميزة إذا ما كان حزب الله يمتلك هذه المسيرات التي تتخفى أو التي لا تستطيع دفاعات الجوية الإسرائيلية باختلاف أنواعها وتعددها يعني اكتشافها لماذا لا يستخدمها إذن ويستخدم مسيرة كل يومين وكل ثلاثة أيام لماذا لا يتوسع في استخدامها يعني لا شك أن الاستراتيجية العسكرية التي يعتمدها حزب الله هي تنطلق مما شاهده ورأاه في غزة في غزة كان الجميع يعتقد أن الحرب ستنتهي في غضون شهر أو شهرين أو ثلاثة كما قالنا الإسرائيلي لكن هذا هو مرة أكثر من عام على هذه المعركة ومازالت مستمرة وبالتالي حزب الله يمارس الآن مبدأ الاقتصاد في القوى هو لا يرمي بكل أوراقه دفع واحدة لأنه يعتقد أن قد تكون الحرب طويلة يعني لا شيء يضمن أننا ذاهبون إلى تسوية أو إلى إنهاء هذه المعركة لذلك هو طبعا يحاول أن يقتصد بما لديه من قوى وطبعا صحيح هو لديه عدد كبير من الصواريخ لكن ربما لا ينطبق الأمر ذاته على المسيرات فهمت طيب نقطة أخرى سيادة العمين فهمت